نهاردة في الحلقة عامية هو أعلن أمشمر لك الأميس النهاردة أعم كابتن طبعا كابتننا أنا سعيد جدا أنا معك ربنا يخليك يا ترى وأنا أسعد والله العظيم وهقول لك على معلومة يمكن خاصة وأنا جاي في البيت أول ما عارفوا أن حضراتك معايا قالوا لا أخد بالك عشان ده إحنا بنحبه على المستوى الشخصي وأنا بحبك ونتعرف دي كويس لما أنت بتحبه خزلته ليه لأ أنا ما خزلتوش لا لا يعني برضه هترجع للموضوع هو هو احنا مش يبتدينا أيوة مش أنت تحددتني النهاردة يلا أنا تحدى بقى الراجل ده خزلك اللي قاعد قدامك عمال يقول لك بس دور على مصلحته اه ازاي وأنا بقول لك أنه مصلحت اللعب في كل شيء طبعا أنت عارف القصة أو هو حكيها لك قبل كده لا نسمحها والناس تقول لك أنتو بتتكلموا في ايه 2004 أيوة كان طارق جاي النادي الأهلي والله يرحمه كابتن سابت البطل قال لي قاعد معاه وتكلم معاه وقاعد مع طارق وقاعد مع الله يرحمه سابت البطل وتقريبا كانت كل الأمور منتهية يعني لكن هو كان عليه ضغوط في الوقت دوت أو أنا عرفت بعد كده أن كان عليه ضغوط من نادي الزمالك وطبعا هو مصلحته كانت فين في الوقت دوت هو قادر بيها فراح نادي الزمالك قاعد معاك ليه لما هو مصلحته قاعد معاك في الأساس ليه يعني إيه طب هو يعني أنت قلت قاعدنا وخلصنا كل حاجة طب أنه النهاردة فيه لعبة كتير جدا بتقعد مع المسؤولين ومش عارف إيه والكلام ده وبعد كده كل أحد بدور على مصلحة النقطة دي بتكده بتفتح علينا النار لا 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 بالعكس لا ببت بالك عصنا الكابتن إكرامي يعني الحمد لله أراها معاك النقطة دي لما بنقول فلان بيتفاوض مع النادي الأهل آه بيعط وبيتفاوض وبيتفق وما بيحصلش نصر خال قدامنا هنا موزة جاو المصلحة هي اللي بتحكم يعني اللي عيب بدور على مصلحته مصلحتي فين وبروح له وده مش عيب زعلت منه لأ مش زعلت منه أصلا هي يعني إيه مش مسألة زعل يعني أنا كان نفسي النطر إبا موجود لأيك ما غدتوش في البيت ولا حال إيه ما كلش في البيت أكل كل كمان آه كمان كل وركب معاه في العربية لا يا رب لا ركب عربيته ومشي وراه عشان اخرجه كمان ده أنت يا أخي ما طمرش فيك العيش والملح لا يا أخي عوزو بالله أنا طمر فيه أروح إن أنا عادت في الزمالك يعني أنا طمر فيه لأيش الملح إن أنا عادت في الزمالك آه دي قصة تانية لا دي ماشي يعني برضو عشان إنما في بيت الراجل عادت وتاكل وتتفل وتمشي علاقتي بالكابتن إكرامي مش بس مش بس وأنا بقى يعني مش بس عشان أنا ده ما هو كنت هروح النادي الأهلي لا الكابتن إكرامي ده كابتننا وإحنا بن يعني كان وحش إفريقيا وكان مسأل أعلى زيه زي كابتن أحمد رامزي زي كابتن أشرف آسم زي الناس اللي هي كابتن عاد المأمور زي الناس اللي هي لعبت في الزمالك وعملت تاريخ كابتن إكرامي تاريخ كبير جدا في الكورة فالقعدة معاه لا هي عيب ولا حرام ده شرف لأي حد لإنه على المستوى الشخصي أنا علاقتي بيه قواجد دي حاجة الحاجة التانية إن كالت عيش وملح مع الكابتن إكرامي عادي كالت إيه إيه فاكر ده بالكلام ده إنت بتتكلم في 18 سنة ولا 19 سنة ماليش ده برد أفاكر كالت إيه برح إيه إيه آه فاكر خد بالك خد بالك مش فاكر غامي مركز لك مركز لك خد بالك طيب أم